موسيقى أسعد الله أوقاتكم ومشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الجارديان التي نشرت مقالا للكاتبة ماري جيفيسكي بعنوان خطة عزل روسيا لا تجدي والغرب بحاجة لخطة جديدة تقول جيفيسكي إن البعض في الغرب يقول إنه لن يؤثر شيء على روسيا مثل منع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو وتضيف من وجهة نظر هؤلاء فإن هذه العقوبات الرياضية تفوق في تأثيرها العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لأنها ستجعل الشعب الروسي يشعروا أنهم كدولة قد فشلوا في الارتقاء إلى المعايير الدولية وتوضح أن الأمر ليس كذلك قطعا من وجهة النظر الروسية فالشعب الروسي ينظر للأمر بشكل مختلف وسيعتبره امتدادا للمقاطعة الغربية لدورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 وتوضح أن الغرب قطع أولمبياد موسكو لسبب معلن وهو الغزو السوفيتي لأفغانستان في العام السابق وتنقل جيفيسكي عن وزير الخارجية الألمانية قوله أن العقوبات الغربية لم تدفع روسيا لتصبح أكثر تعاونا لكنها جعلت الغرب أقل استقرارا وتوضح أن هذه التصريحات تأتي قبل أسابيع من قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو والمزمع عقدها في العاصمة البولندية وارسو دعية لقيام الغرب بتبني سياسة جديدة موسيقى وفي موقع ترك بريس نقرأ مقالا لمحمود عثمان بعنوان من قتل النازحين السوريين؟ قتل ليلة أمس أحد عشر مدنيا سوريا وأصيب ثمانية أخرون جراء إطلاق عناصر من حرس الحدود الجندرما التركي النار عليهم كل من وزارة الخارجية التركية ورئاسة الأركان التركية أصدرتا بيانا نفتا فيه أن يكون حرس الحدود الجندرما قد أطلق النار على نازحين قادمين من الأراضي السورية يوم الحادثة من الواضح أن جميع البيانات المذكورة أعلاه لم تقنع رئاسة الجمهورية مما دفعها إلى إصدار أوامرها لواليها تاي وقيادة الجيش بفتح تحقيق بالحادث من الذي قتل النازحين السوريين؟ أوباما الذي وعد الأتراك بنوافق على المنطقة الآمنة ثم نقص بجميع وعوده أم بوتين الذي جاء بقضه وقضده وبدأ يمطر السوريين بحمامه القاتل صباح مساء محرقان الأخضر واليابس أم الإيراني الذي يجمع المرتزقة من العراق وأفغانستان وكوريا ثم يأتي بهم ليقتلوا السوريين؟ أم الاتحاد الأوروبي الذي عندما جاءه بضعة ألف من النازحين السوريين ضق بهم ذرعا وأغلق في وجوههم حدوده؟ أم السفاح القاتل المجرم بشار الأسد الذي قتل مليون سوري وشرد أكثر من عشرة ملايين؟ أم شبكات التهريب التي تعتاش على مآسي المشردين فتأخذ أموالهم وتتركهم عرضا للموت قنصا في اليابسة أو غرقا في البحر؟ أم تركيا التي اتخمت بالمهاجرين والمستهدفة في أمنها ووحدة أراضيها؟ أم تركيا التي وقفت مع الربيع العربي وأيدت ثوراته؟ صحيح أن قتل الأطفال والنساء جرم بكل المقيس والأعراف والقوانين لا عذر يبررها لكن الجدير بالإدانة والاستنكار أولا هو تلك الحملة الشعواء الظالمة ضد تركيا هدفها الأساس إقصاء تركيا وإبعادها عن مسرح الأحداث وخصوصا في سوريا والعراق وفي موقع ترك بريس أيضا نقرأ مقالا لحسن الشيخ بعنوان لماذا تصير أمريكا على حرب تنظيم الدولة بجيش كردي من نسل بيكيكي؟ قال فيه الكاتب تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم شحنات السلاح والمستشارين والمدربين والإسناد الجوي والغطاء السياسي وخدمات الاستخبارات لقوات كردية في العراق وسوريا لحرب تنظيم الدولة وتطمح الإدارة الأمريكية من وراء ذلك إلى أهداف كثيرة منها تمكين الأكراد من إنشاء كيان إداري يأتمر بأمرها على مدى عقود قادمة من الزمن وإنشاء قواعد عسكرية أمريكية تستغني من خلالها أمريكا من شروط الدول التي فيها قواعد لها مثل تركيا وإشعال فاتيل التوتر العرقي في المنطقة وفصل تركيا عن امتدادها الإقليمي في المنطقة العربية والضغط على تركيا بالمسألة الكردية حتى تروضها من أجل محاولة إنشاء تجمع إقليمي فاعل ذي سيادة في قراره يضم كل من مصر والسعودية وقطر وسوريا بعد الأسد وخلخلت البؤر السنية الثائرة وتهجيرها وتغيير ديمغرافيتها وصناعة بيئة ملائمة للتطرف والاحتراب الطائفي وضرب المكونات الإسلامية ببعضها وتسلط الأقليات على نسيج نسبة غالبة من السكان لدممة عوامل الحرب الأهلية لكن هل تسلم للولايات المتحدة استراتيجيتها؟ أولا الاعتماد على القوات الكردية سيشكك العرب السنة بمخطط الولايات المتحدة بما يجعلهم على حيطة وحذر من زج أبنائهم في حرب تنظيم الدولة ثانيا خسارة تركيا كحليف فاعل وشريك حقيقي وقوي وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا لعبد الرحمن الراشد بعنوان الدبلوماسيون ودعوة التدخل أشار فيه الكاتب إلى 51 دبلوماسيا من وزارة الخارجية وقعوا رسالة يطالبون حكومتهم بالتدخل العسكري في الحرب بقصف النظام السوري لوقف الجرائم التي يرتكبها يوميا الرسالة تعكس التجمع المتزايد من الموالين للتدخل وتشعر بحجم الخطأ في التعامل مع مأساة مروي على مثيل لها منذ بداية نزاع لم يطلب أحد من واشنطن أن ترسل قوات ولا أن تشارك في القصف ولا تقديم السلاح كان المطلوب أن لا تضع قيودا تعترض عمليات تسليح المعارضة بسبب غياب التسليح النوعي صار القتل والتشريد عملا سهلا تم ضمن مشروع ممنهج يقوم بتطهير مناطق واسعة من سكانها الإيرانيون والروس في المقابل ملأ الفراغ وشكلوا تكترا عسكريا جديدا من نوعه انضمت إليه ميليشيات طائفية جلبت من أنحاء المنطقة الفوضى التي نراها اليوم نجمت عن سياسة الحياد والغياب لهذا كتب موظف الدبلوماسية الأمريكية في حالة شبه نادرة يطالبون بالتدخل مدركين حجم الأضرار الذي فقى كل الحسابات عام هو زمن طويل في انتظار أن تغير الولايات المتحدة سياستها مما يتطلب من دول المنطقة عدم التعويل عليها في وقف المأساة التأييد المتزايد رأي نخبوي ومنقف أدبي قد يسهل على الدول الإقليمية إن رغبت زيادة دعمها للمعارضة السورية وبالتالي دفع المفاوضات نحو الحل السلمي المعقول وختم حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال لغياث محمد بعنوان البروغاندا الروسية والسورية محاولة يائسة لرحمنات الشيطان لعل من نافلة القول أن نقول أن روسيا اليوم هي امتداد طبيعي لتركة الاتحاد السوفيتي البائد ولعل من أهم موارثة منه الأساليب الدعائية التي كان يمارسها على شعبه وعلى العالم وهذه روسيا تمارس نفس الأخطاء بشكل مفضوح تماما وكأنها تناست ما وصل إليه الإعلام اليوم من سرعة في نقل الخبر مع توثيقه بالصوت والصورة ولم يعد هناك أي عائق أمام انتشار الخبر في أي بقعة من المعمورة وكان نظام السوري أكثر الأوفياء لمدرسة الإعلام السوفيتي السابقة الروسية الآن لكن ما حدث في سوريا جمع الأستاذ مع طالبه وبات متفقين على صيغة خبر واحدة والتي تهدف دائما إلى تجميل صورة الشيطان وتبرير الجريمة على أنها من فعل الطرف الآخر وباتت الكذبة الخبرية تمر عبر عدة مؤسسات كل منها تحاول أن تضيف بصمتها حتى يخرج الخبر بأجمل صورة ممكنة ولعل الخبر الذي أوردته وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجندي الذي قتل في سوريا كان يحاول أن يوقف سيارة مفخخة كانت متجهة نحو قافلة مساعدات روسية للشعب السوري تثبت بشكل صارخ بأن الأستاذ المعلم للسياسة الإعلامية للنظام الذي اتهم ذات يوم الطفل حمزة الخطيب باختصاب النساء وبأن أهالي دمشق يتظاهرون احتفاءا بالمطر ولن يكون آخرها قول بثين شعبان بأن داريا هي التي توازع الخضارة على دمشق وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة